في البداية من راحب بكابتن محمد إبراهيم وكابتن كاستيلو نجوم النادي لأهل الكرة اليد بعد الفوز بالربعية تقييمكم إلي الموسم أربع بطولات من ستة باستثناء طبعا يعني بطولة العالم بما إنها مستوى أعلى طبعا في البداية من راحب بحضرتك طبعا وعلى الدعوة الحلوة دي فطبعا بالنسبة أن إحنا نكسب أربع بطولات من الستة وطبعا هو رقم أكيد كويس وكده بس بالنسبة أن إحنا طبعا كنادي أهل إحنا بالنسبة أن إحنا كنا عايزين نكسب الستة من ستة وأكيد كل الناس يعني كده سواء إحنا جهاز مجلس جمهور فده هدفنا دايما في نادي الأهل اللي إنت بتدخل أي بطولة يعني إنت مركز أن إنت تاخد كل بطولة يعني حتى لو بطولة وقت منك إنت بتدهي طبعا جدا وبتفكر في اللي بعدها أن إنت لأ إنت لازم تاخدها وكده ففي المجمل أربع من ستة وطبعا أكيد حاجة كويسة وإن شاء الله هدفنا من السنة الجاية أن إحنا لأي بطولة ندخل فيها نبقى إحنا هناخدها يعني ويبقوا ستة من ستة إن شاء الله من السنة الجاية يعني المسم اللي فات كان أعتبر مسم ناجح تلت بطولات السنية المحلية والسجر الأفريقي المسم ده كملته بأربع بطولات هل شايف إن فيه سيطارة كبيرة للفترة دي ولا شايفها إزاي طبعا أول حاجة مشهورك على الدعوة دي زي مع ميحال وهو حاجة كويسة لما موجود معاكم النهاردة دي تاني مرة لما موجود فبسوطة لما موجود بطبسط لما معاكم يعني طبعا السنة اللي فاتت إحنا دبا بنحسبها من ديفيد لما ساعة ما هو جي إحنا لقبنا مع ديفيد عشر بطولات كسبنا منهم سبعة أعتقد إن دي رقم كويس لمنظومة الهندبول في النادي الهلي كان فيه سيطارة فيه سيطارة من سبعنا سنة ونص من المسيطارين على الهندبول يعني في مصر كنا عملنا ساعة بطولات كويسين كان معنا من نفس كوي نادي الزمالك بنتكرر له كل احترامه تقدير طبعا لقدنا قدامه بطولات كتير لقدنا قدامه نهايات كتير الحمد لله في فترة أخيرة كنا على قدر المسؤولية فيها ودعنا نحقق منعها من عشر بطولات سبعة بطولات كنا بنحاول نحاول نحاول إلى عشرة من عشرة بس مش هناخد كل حاجة احنا دمام ببدقين هدفنا كل نحن ناخد كل حاجة بس ساعات ما بتبقاش أسال حاجة يعني انت تاخد العشرة من عشرة في سنة ونص لا انت بالعكس انت معكم نفسين أقوية يعني نفسين بعكس ما بيصعب عليك المسؤولية فالحمد لله ربنا كرمنا من سنة لفاتة والسنة دي بصعة بطولات فالحمد لله اعتقد ان دراجم كويس يبسطنا ويقول له بالعكس كمان يخلينا نزود عليه السنية الجاية نعمل أرقام كياسية نفسنا يعني ان شاء الله كابتن محمد ده التاني موسم ليك في الاهلي كان ليك تجربة احتراف في الاتشيك برضو حكي لنا عالتجربة دي وحكي لنا كوريس مفاوضات انك تيجي الاهلي وطبعا انا عما رحت للشيك انا كنت قابلها بالعب في المعادي فجالي العرض بتاع الشيك وكده وبالنسبة لي كانت فكرت انها ممكن تبقى خطوة كويسة لها في أوروبا حط رجلي في أوروبا ممكن يجي لي حاجة أحسن بعد كده فطبعا رحت وكده وموسم كان بالنسبة لي طبعا كويس جدا هناك كأداء وكده وكأداء وكCTOR خبرة جديدة بالنسبة لي وتجربة جديدة بالنسبة لي بعد موسم اخلصlectric انا جالي يعرود اصلا هناك في التشيك وفرنسا كان درجة تانية ساعتها بس طبعا لما جالي عرض الاهلي ان انا مترددتش فيny وبعد النظر انا من طول عمري حلم ان شأن انا لعب في الناد الاهلي طبعا انا بالنسبة لي الاهلي كخطوة انا بالنسبة لي بعد التجربة للتشيك يخطوة القدام اه مش خطوة الورقة خالص يعني يعني في النادي الاهلي لعبت مثلا كاس العام الاندية مرتين لحد دلوقتي لعبت قدام فرق عالمية معتكش ان انا عمري كنت هلعب قدامها اصلا سواء كيلسي او برشلونة او باية الاندية يعني معتكش ان انا كنت هلعب قدام الاندية دي لو انا كملته في اوروبا خدت بطولات طبعا مع الاهلي يعني انا في سنتين واخد 7 بطولات لحد الوقت يعني قبل ما جي النادي الاهلي كان تاريخي كله بطولة مع منتخب 92 كان ساعتها منتخب الناشئين بطولة افريقيا فان انا في سنتين اخد 7 بطولات مع النادي الاهلي ده تاريخ كبير ليا طبعا وداما النادي الاهلي بيضيف لأي حد فزي ما قلت لحضرتك بالنسبة لي خطوة لقدام يعني مش خطوة الورا خالص يعني يعني حتى لو حد فكر في احتراف اذا كان انت تخرج من النادي الاهلي فانت هتخرج كبير وعلى حاجة احسن حصار المنافسة بين الاهلي والزمالك حتى في افريقيا يمكن التراجي بيجي من بعيد في خلال فترات شايفين ده ممكن نضعف اللعبة والمنافسين الليلين ولا انت خاصت عودتوا على الجو ده بالعكس هو مش ضعف اكتر من هو الناس بتبقى دايما بتشبقى شايف النادي الاهلي ازمالك في البطولة خلاص بيبقى نسبة مكسبك للبطولة ما بتتعبداش كتير يعني حتى انت لو شفت التراجي التراجي ما بيجيش غير كل سنتين مثلا بيبقى حسب حسابات اللي هو ايه بيكسب مثلا مرة شوية بعدين يختفي بعدين بيجي تاني فده ما انت بتخلش بطولة ببقى انت ونادي الازمالك فالناس خلاص بتبعد عن البطولة ان هو خلاص النافسة ده ما بين الاهلي ازمالك وعموما مش في الهندول بس اعتاجت في الرياضات الكلها الجماعية النافس الاهلي ازمالك هندبول كورة فولي باسكت ممكن باسكت شوية اهلي اتحاد بس لأ بالعكس هو الرياضات كلها اهلي ازمالك فما ما بتطعفش بطولة اكتر من هي انت بتبقى شايف ان خلاص البطولة مش مستهلة ان انت حد يجي ينافس الوزمالك يفضل ينافس النافس في الاخر الفاينال بيبقى الوزمالك زي السنين اللي فاتت كلها معها ده اخر بطولة كانت ترجي وزمالك بس فهي ما اعتقدش ان لا ما بتضعفش بعكس الناس بتحسبها صح يعني ما تبعد عن الوزمالك خالص يعني مصر هتستضيف كاس العامل الاندية اه دايما جمهور الاهلي بيخش البطولة دي بتمحط عالية وتحقيق مديليا لحد الوقتي في الفترة الاخيرة يعني باستثناء 2007 ما حصلتش شايف الاستضافة مصر دي ممكن تفرق معاكو؟ هي طبعا بالنسبة انها هي حاجة مهمة جدا ان انت بتلعب كمان في بلدك وسط جمهورك فده يبقى دفع قوي لنا خصوصا ان احنا كاس العامل الاندية اللي قبل اللي فات احنا واخدين رابع وكاسبين بنفيكا وكان بنفيكا بطل اتحاد اوروبي ساعتها كاس اتحاد اوروبي فطبعا كانت حاجة قوية جدا يعني وبعدها الاخر كاس العامل الاندية احنا طلعنا خامس يعني اقول مربع كان اربع فرقة بتاع اوروبا كنا احنا اللي بعديهم على طول فبالنسبة ان هو يكون موجود هنا ده اعتقد انه ممكن يبقى دفع اضافي لنا يعني يعني عادي ممكن القرعة تخدمنا وما اللعبش مثلا برشلونة تاني اقوى فرقة في العالم ممكن ساعتها يبقى يوم موفقين جدا ان احنا زي ماتش بنفيكا ونكسب فعشان كده بقول له احنا هي طالما موجودة هنا وسط جمهورنا اعتقد ده انه هو ممكن يبقى اضافي لنا وطبعا يعني هي لمدة 3 سنين هتتعامل في مصر هنا فدي حاجة كويسة عامتا لينا وحاجة كويسة للرياضة المصرية طبعا انت فرق عالمية تستضيفها هنا على الارض مصر يعني فهي حاجة كويس عامتا للرياضة المصرية وكرت اليد يعني في خلال 3 سنين دي ممكن نشوف مداليا ولا برضو الدنيا لسه بعيدة بص ما تحكش عليك الموضوع انت حضرت معنا اعتقد اخر السعادية الموضوع مش اسهل حاجة بس احنا على حسب برضو نظام التحاد الدولي يعني السنتين نفاته التحاد الدولي اللي كان بيلاعب اربع فرق من اوروبا في كاس عالم فالموضوع في اوروبا الموضوع مش اسهل حاجة خالص احنا لما كسبنا بمفيكا يعني كان مطش جدا لاخر وقت احنا كسبنا في اخر الثانية لو كنا تعدينا كنا خرجنا يعني مكناش صعبنا برضو طه الكورة ان شاء الله في الاخر بالعكس لا الموضوع مباشر حاجة بس لا بس هنحاول يعني المشكلة متخب مصر دواتي مصنف عالميا وربع ولمبيهات فخلاص طبيعا احنا كده في ناس من هنا جوا متخب مصر فطبيعا لا لننافس وهيبقى في مدينة ان شاء الله بس على حسب هنشوف النظام عامل ازاي مين هيخش مين مش هيبقى موجود الدعاوي هتبقى راحل مين ده المهم مش هيا مين هيختار المجموعة سواء احنا احنا دخلين احنا نادز مالك ما عافش مين فينا المستضيف ومين اللي داخل حامل لقب السوبر فحامدخلين لنا بطل الافريقيا ما عافش مين مستضيف في الاتحاد وعلى نادز مالك الله أعلم الاتحاد يدخل مين فمش عارفين مين هيختار المجموعة لسه كل دي حسبات بتتحسب لها بعد نهاية الموسم على طول كان فيه تكريم من مجلس الادارة شايفين التكريم ده ازاي وايه الرسالة اللي تقلت من كابتن محمود خطي برويس النادي طبعا كعادة مجلس ادارة الاهل يعني وما بيسيبش اي فرقة طبعا على طول في ظهرنا وكده والاجتماع كان يعني بيبركلينا طبعا على الموسم اللي احنا عملناه وفي نفس الوقت بيقولنا ان احنا طبعا السنة الجاية الموضوع ممكن يبقى اصعب شوية وان احنا كان طبعا هدف ان احنا كنا ناخد ست البطولات مش اربعة بس ده يدينا دافع السنة الجاية ان احنا نخش كل البطولات نكسبها وان السنة الجاية طبعا من نفس مش تبقى سهلة وكل الفرق من نفسين بطوعك هيحاولوا طبعا ان هم يركزوا اكتر بحس ان هم يقدروا يكسبوك لان احنا الاربع بطولات ثلاثة منهم واخدينهم بشكل مباشر من نادي الزمالك يعني فالموسم الجاية طبعا لازم دوافعنا تبقى اكبر من الموسم ده اغلب الجيل الحالي تكون مع كابتن طارق محروس بعد ما جي ديفيد ديفيز ابتدنا نشوف النتاج تكوين الجيل ده اه شايف الفرق بين الفطرتين ايه واه ايه اللي فرق معاكو فيه ديفيز زي ما انت قلت ان الجيل تكون مع كابتن طارق طبعا بشكل كابتن طارق من حديدكو يعني ما هو قدر يعمل الجيل اللي جوه النادي الاهلي قدر ان هو الجيل يحصد البطولات اللي انتم شايفينها اللي فدي كلها هو الفرق بس في ان الجيل خد شوية خبرات وفرق كمان ان ديفيد ديفيد كمان من ناس اللي غارت الهندبول جوه مصر عشان ما متفين بس ايه حاجة عن ايه حاجة عن مدرك ايه طبعا حصل طفرة في الهندبول في مصر بسبب ديفيد مش في النادي الاهلي بس هو لما جيه الفينتو عصر 2019 في منتخب مصر فهو حاول الهندبول جوه مصر فانت لما تجيب مدرب احنا دايما دايما بقول له وليف اللي هو وحش فطبعا انه يحصل طفرة جوه النادي الاهلي اصطبعا ان هو هتحاول فنيا ومعنويا ونفسيا وكل حاجة ديفيد من المزان هو بيعرف يتعامل مع الشخصيات اللي قدامه بيعرف يتعامل معك برا معنويا جوه الملعب كويس جدا بيفصل فاصلة كده وعنده حاجة كده لما تعمل كده هو خلاص هو الملعب مثلا لو هو مثلا متنرفس جدا برا الملعب بتليب يضحك في وشك ازاي ما تعرفش فهو اللي عب على حاجات كده نفسيا ومعنويا وهندبول طبعا هو حط تفاصيل بتاعته اللي فرعت معنا جوه الجيم فاي مواطش ان احنا مثلا لما نقف في الهجم المزان ونقف نعمل ايه هنجري امتى هنقف امتى فلا فرع معنك كتير اوي نا وزي ما بقولك هو انت جبت النادي جبت النادي الهلي في الوحش نيجي للمسم ده بطولة بطولة سريعا كده يمكن ببداية كانت دور ابطال افريقيا كنت شايفينها سهلة زي ما الجمهور كان شايفها بما ان كان المنافس بتاعك وفريق كنشاسة كونغولي ولا نفس التحضير مفيش اختلاف كنا بنكون تونة احنا احنا كنك تونة كتير اوي دي كتا صعب حاجة في السفرية تقريب لا اصلا بطولة افريقيا بالنسبة ان انت مفيش فرق من مصر او تونس مشاركة ليك يعني نسبيا بتكون سهلة طبعا ايا بس الفكرة ان انت بتبقى في بداية موسم فانت بتبقى خاف مثلا حد يتصاب منك في الاول او كده بس انت طبعا كل فرقة بتدي احترامها كانت من الفرقة اللي قدامك يعني فاحنا كنا رايحين البطولة كل مطش بنلعب ومطش بمطشو اي فرقة سواء ضعيفة ولا او بتدي احترامها بس سواء كانت طبيعي في الاخر ان انت تكسب البطولة يعني والحمدلله كانت بطولة لينا كويسة في اول الموسم وكانت بطولة ابطال الدور يعني كانت بالا تقريبا سبع سنين ما دخلتش النادي فكان حاجة مهمة برضو ان احنا لازم نشارك في البطولة دي ولازم نكسبها وكده والحمدلله يعني قدرنا ان احنا نتصد باشا التاريخ ما بذكرش مين كان موجود في البطولة ومين مش موجود بعد عشر سين يا طولة كلال يخد اول ابطال افريكا مش عارب احنا كلها بلعب مين لا بحكس جماعة والله زيادة والله دفت عنده ميزة كويسة مفيش فرقة ما بيحترمهاش يا جماعة احنا ساعات بنقعد مثلا في افريكا دي كنا بنعمل فيديو للفرقة يومين صبح وبالليل فهو ما شاء الله ما شاء الله ما فيش فرقة ما بيحترميهاش بيعملاش فيديوات يومين ورابعة فقط بيحترم كل الفرقة فخلانا نخش للبطولة ان احنا لا مركزين مش اللي هو لا مستسهلين بالعكس ارجعوا للماتشاط هتلاقي مفيش ماتش مثلا اللي عنا عشرين دايش معناه ان احنا ماتشاط سعال لا احنا ماخدين ماتشاط كلاب جدية ماخدين ماتشاط كلاب نجري اللي هو دخل بطولة ان مفيش ماتش هينزل حد فينا مستسهله على حاجة ونفس الكلام ده كان في ماتشاط الدوري عندنا في ماتشاط تبقى انها ممكن تبقى ضعيفة في الدوري بس انت احترام الفرقة اللي قدامك بيدول انت لعبك بكوة فانت كده بتحترم الفرقة اللي قدامك تقدر تكسب فرق 30 فرق 40 اكسب كده لو قدامك ان انت تكسب فرق كبير لازم تكسب كده وما تتهونش يعني هو دايما كان بيركز في الحتة دي برضه بعدها كان كسل عامل الاندية في السعودية قدمت اداء كبير جدا ودام برشلونة لكن نتيجة جات الشوت التاني بفريق فك خالص ده بدني ولا برضه مستويات مختلفة؟ ده مش بدني هو ده انت بتلعب اقوى فرقة في اوروبا طبعا يعتبر منتخب عالم يعني فان انت تبقى ماشي معهم جن بجن لحد مثلا اخر الشوت الاول فده حاجة كبيرة لك وطبعا خبراتهم اعلى بكتير البطولات اللي بدخلوا فيها اقوى بكتير اللعيبة طبعا لفل اعلى طبعا من الشرق الاوسط كله يعني بس انت على قد ما تقدر انت بتحاول ان انت تظهر بشكل كويس قدام الفرق دي يعني ده احتكاك كويس لك ممكن ما تلاعبش الفرق دي تاني الله اعلم يعني فانت الحمدلله ربنا كان كريم ان انا عملت مطش كويس يا كزا حد في فرقة مش انا بس بصراحة يعني فده كرم من ربنا طبعا ان انا قدام فرقة كبيرة زي دي يعني وان انا اعمل اداء كويس فالحمدلله يعني كان نفسينا طبعا ان احنا نكمل اخر الشوت الثاني زي الشوت الاول بس زي ما قلت لك برضو الموضوع مش بيبقسها الحاجة يعني ممكن الناس من بره تشوف اللي هو ايه المشكلة طبعا انت كنت كده الشوت الاول او جوا الملعب برضو انت بتلعب مستويات عالية جدا منتخب عالم زي ما بقولك فكان طبعا ان هما ممكن يجوا في الاخر يفرقوا عننا شوية بس الحمدلله يعني ان احنا قدنا اداء كويس برضو في المنش ده بعدها اول شهر اتناشر ومفاجأة بخروج الاهلي قدام بنك الاهلي في كاس مصر ابتدى الكلام يكتروا ان الفريق الموسم ده مش هحقق نفس الموسم اللي فات انتو كان لعيبة شفتوا ده ازاي وازاي قدرتوا تتجاوزوا ده سريعا بص افكرك بحاجة قبل مطش البنك كان عندنا مطزمالك في الدوري كان ثلاث ومطش البنك تريبا الجمعة فطبعا اكسبنا مطزمالك اللي كان في الدوري فالناس كان عندنا ا períليم مطش السوبر المصري بعدها باسبوع فشان ده التاريخ باش عان كلاء مرحcnها بعدها فداهم الناس كانت البعض مطش كان تفضل لما كان بيعملوه وتروا إ110 فكان بيقولو لي السوبر السوبر المصري السوبر المصري وتروا يا بقى احنا عمدينا مطش الجمعة في كاس مصري بطولة تانية مع البنك الناس كانت تركيزة كلها للسوبر المصري بس بالعكس والله احنا كافرة ما كانتش تركزن بالعكس قلنا نعملنا ما نحو مطش البنك زاعة كان كان في مشاكل شوية في الملعب يعني بس الموضوع كنا خاصين كتير في الاول بعدين رجعنا بمطش وصل لغاية اخر 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 ثانية اخر خمس ثواني بنا لتشاط طبع تشاط جي في بلوك دخل يعني السيناريو ما بحصلش في طبق اليوم يعني ما بحصلش كتير اوي في الموضوع خلاص لمينا بعض بعض موضوع كان عندنا مهمة تانية مهمة مصري لو خلاص عندنا مهمة ثانيةSuور مصري بعدها باسبوع كان لازم نلما بعض كان لازم نركز في المطش دوت ده كان اهم في الفترة ديت اينا احنا بعدها رايحنا عشان كان فيه اهم افريقيا في مصر فكنا احنا رايح بعديها فده كان اهم في الموضوع اللي هو هنقصى اتناشر اللي هو هنقصف السوبر المصري فخلاص عدينا مرحلة المطش في البنك Trentيه اه خلاص خسرنا لازم نركز مرحلة ديتانس منفعش نخسر بطلتين في اسبوع دي كانت هتبقى مشكلة كبيرة اوية على مدينة في الفرق زي ما انت بتقول عشان الناس بتكاد قلت بعد ماطش الكاس فلا لما كسبنا السوبر المصري لا خلاص يعني الناس نسبيا نسيت الماطش الكاس شوية احنا عاماتا ما نسناهوش اللي هو هجماعة هاخسرنا بطولة اه في تارجت لازم ده تارجت بتاعنا في الموسم فاخسرنا بطولة فهنسناهوش بس خلاص كسبنا السوبر المصري ده ليه في او مرحلة تانية هنرجع بقى بعد الامة الافريقية عندنا دوري وعندنا كاسكوس وعندنا سوبر فعندنا حاجات تانية كتير فمش دايما هنبص الورا اللي اللي ترامى ورا خلاص ده خلص اللي جاي اه احسن هو اللي دايما بنركز فيه يعني السوبر المصري كان برا مصر الاول مرة اه شفنا حضور جماهيري ممكن تكونوا انتوش بتعودين عليه في الفترة دي يعني برضو حكينا عن الاجواء خصوصا الماطش تقريبا متحسن في في اخر دي انا والماطش ده طبعا احنا كنا راحين يعني بعد الماطش بتاع البنك طبعا كان احنا كل هدفنا طبعا اللي احنا لازم نكسب الماطش السوبر ده وطبعا وماطش واحد ببطولة قدام نادي الزمالك وكده فكان حاجة تدينا دفع قوية لبقية الموسم اه طبعا اجواء الماطش كانت اه اجواء كويسة جدا الناس كانت مستقبلانا احسن استقبال هناك والتنظيم كان على اعلى مستوى جمهور الاهلي طبعا كان موجود معنا وجمهور الزمالك برضو فده بيضيف للمباراة نفسها طبعا انت زي بتقول احنا مش متعودين هنا ان يكون في جمهور طبعا انا نفسي اصلا موضوع الجمهور ده يتفتح الموضوع ده بيفرق جدا غير ان هو بيفرق مع العيبة وبيفرق في شعبية اللعبة نفسها يفرق في تسويق اللعبة نفسها يعني انت لازم تستغل نجاحات كورة اليد المصرية ده في التسويق دي حاجة تانية على جنب يعني طبعا جمهور الاهلي سواء احنا في السعودية في كاس عامل الاندية او سواء احنا في الامارات طبعا بيجي بكثافة طبعا وبيكون مؤذر لنا بشكل كبير جدا والمطش كانت احدثه يعني هو كان ماشي تقريبا جنب جون فرق اتنين تعادل فرق جون فالمطش كان قريب جدا وهو خلص في اخر دقيقة الحمد لله كان من نصيبنا يعني ربنا كرمنا ان احنا كسبنا المطش ده وزي ما قلتلك طبعا جمهور الاهلي بيبقى ليه عامل كبير طبعا انه هو يكون بيشجعك وفي ضهرك في وسط المباراة. فالحمد لله ان احنا فرحناهم يعني اليوم ده وقدرنا ان احنا نكسب بطولة مهمة زي دي. طب شفنا حضور الجماهير في الامارات وفي السعودية باعداد كبيرة. هنا وزارة الرياضة طلعت قرار بزيادة عدادة الجماهير في كل العاب. نائل سلة هيتلعب بحضور خمسمية خمسمية. ليه ليد مفيش جموش? من قصة والله مش عايفة طبعا اول حاجة انا بشكر الناس اللي كانت موجودة في الإمارات وموجودة في الصعودية كانت عتواصل معانا عمتا ومن هنا بدلت بشكر تاني الجمهور كان بعد تاني ماتش في الدوري والله العظيم كمية رسائل غير طبعية يعني انا عريتها كلها اعلى عد مغادر بس ما عايبتش ارده على الناس كلها بقولهم ان الرسائلة دعم الامن كلها بتوصل انا بشكل شخصي بقراها بشوفها دخلنا ماتش تاريت بقولهم يا جماعة الناس محتاجة للبطولة دي بطارية غير طبيعية دي انا طبعا انا عاكيد هتم جعلها تاني بس انا بشكرهم طبعا عالدعم اللي حصل في الصعودية والامراط حاجة يا فول خيال دايما كنا موجودين وكان لهم دور مهم اتحاد مصري في الهندبول مش عارف والله انا معرفش هي المشكلة في اتحاد مصري ولا في التنظيم الامن ولا في نفس الملائب بنشوف فيها لا بالعكس ليه انا في الباسكت في الباسكت كان في حاسم مصطفى ما كانش فيه جمهور ما كانش فيه داسكارتي ما كانش فيه حاجة فما عرفش ما عرفش هي المشكلة في الصالة ولا مشكلة في الاتحاد بس اتحاد يا هندبول اعتقد انه بيسي بان ما عطشت نهاية الدوري كان فيه ناس موجودين حوالين الصالة وبيكوشوفيات بالضبط فانا معرفش هي المشكلة في الاتحاد ولا مشكلة في تنظيم الامن دي حاجة معظم انا معرفهاش بس انا طبعا انه يبقى فيه زيادة جمهور كمان ومش 500 برضه يعمى دخل الناس الناس بهم يبص يعني يفيه فيه ناس كتير اوه متعرفش حاجة عن العابة الجمعية فيه ناس كتير اوه متعرفش حاجة الانبول فدخل الناس تفرج خلنا خلنا خل ناس عامiony جانبوتش اتشجع تتبسط في عارفة فبلعكس الناس دلوقتي الكولاجا مهتمية لما شي زالي وز ИPD ي Schweiz si wie الموجودين مش الجمهور واحد جمهور النادي الاهلي نعمين شكل للبطولة شفنا بالفولي اخر فترة الجمهوري الموجودين شوفنا برضه جمهور الاتحاد في البسكت موجود طول الوقت مع جمهور النادي الاهي طبعا فبنشوف دايما الجمهوري الموجودين فافتح الصلاة للجمهوري يعني جيه وقت الجمهور مكنش بيحضر صلاة طيبان بعض الصورة والاحداث اللي حصلت كان بيحضروا الصلاة فهو سيب الناس تخش سيب مفيش مشاكل هتحصل إن شاء الله الناس كلها دلوقتي أعتقد أن كل واحد بيعرف وبيعمل ديك كويس عشان خلاص ما كل واحد بعاليه مسئولية فلا أنا أعتقد أن ما عرفش فيني مشكلة بصراحة التحاد ولا جهات أمنية بس لا إن شاء الله الفترة الجاية أعتقد أنه ممكن يسيبوا الصلاة ويزيعوا المواتشات كمان عشان ديبوا نيوطة مهمة قبل ما نسيب مواتش السوبر في الآخر كده شفنا ممكن نسميها شدة ما بينك وبين الجماهير بعد نهاية الماتش هل ده بسبب ضغط خروج من كاس وماتش كان صعب ولا الأحداث برضو حكينا إيه اللي حصل لا لا خالص هو ما كانتش مع الجمهور وكان مع واحد بس أصلا هي كانت مشكلة شخصية مع واحد منهم تطول بين الشوتين والملعب كله كان ساكت وكده فنزل تطول علينا كلعبة فيه لعبة مجموعة مدخلتش قط اللبس وكان بتسخم براه فمش مع الجمهور خالص يعني بالعكس بس احنا بنحترم الناس كلها هي كانت مشكلة مع شخص واحد بس ده اللي انا روحت له بعد الماتش بس يعني هو ده كان حصل منه تطول بزيادة يعني معايا انا واتنين لعبة كمان فده اللي انا روحت له بعد الماتش لكن عمري ما هتخاني مع الجمهور طبعا بالكامل يعني عشان كده بنوضح بابا بالظبط ناس فهمت غلب بس الموضوع ده والموضوع خالكبر من حجمه ان انا بتطول وان انا والجمهور لا خالص طب مفيش لعب يقدر يتخاني مع الجمهور كامل قد يشدت معاه بعد الماتش مش اكتر نرجع للموسم يمكن حصل هدوء لحد السوبر الافريقي بقى زي ما قلت فيه امم افريقيا وبعدها دوري لحد السوبر الافريقي فكرة ان الالي يكسب السوبر الافريقي لممرة الثالثة عالتوالي كنت شايفها ازاي طبعا ده انا كلمت سعيتها قلت ده تاريخ كبير لجوه النادي الالي دائما كانت الناس بتقول ان فرع الهندبول في النادي الالي فيه هاشكا بتقول ان هو تلغي فلا صحيحا لا DasD ли انا قرع كبير قوي والهندبول في النادي الالي كبير قوي فلا هو ما ينفعش النادي اللي يتلغي فانت لما تكسب السوبر افريقي تلات سوبر افريقي تبطوله مهمة جدا بطولة بتاهلكاس على مندي جدا دارى اللي قائمة مهمة جدا فادكسبها 3 سنين عالتوالي فدا تاريخ كبير لنا تاريخ كبير للعيبة وللنادي ولوجمور وكل حاجة الوقت لا يعني الناس دينا حقنا في الحيطة دي الشرية الناس دائما كانت بتقول ان فرت الهندبول واعع في النادي لالي انا لما جيت السنة الفاتت وعدت معاكو حسبنا كام حسبة كده لقينا ان الهندبول مش واعع الوقت بيكسب قوة بطولة بس يفكر كلها في كمية المطشاط اللي كبت لالي طب احنا بنلعب كمية مطشاط كبيرة دلوقتي وبنكسب حد مثلا بيدينا حقنا قوي هو بس الصفحات العسل الميديا بتدينا حقنا بس الاعلام لا الاعلام ما بيدي يعني ساعات ما بيديناش حقنا بل بالعكس بيقول لك مشان ده العادي بتاعنا نحن نكسب ماشي عم هنكسب وكل حاجة بس ما عنديش مشكلة بدوت بس هاي الفكرة كلها ان هي لما كنا بنخسر كان يقول لك لا فرت الهندبول في النادي الخلاج احنا اخسرنا ثلاث سنين مش اربعة ده ما الناس كبتولة اربعة ثلاث سنين سنة بتاعت الكورونا فيه سنة لغي التورة حسب التاعتبات دوري والزمالي كاس للنادي الاهلي حتى خرجنا منها ببطولة كاس مقالباش بحاجة مس احنا اخسرنا كنا الفرق بتتعد يعني دلوقتي مسلا يعني ايه خسرنا تنادي الدوري مسلا باللواء بتاع الكورونا دوري ويكسبنا اتنين دوري فالحنا اخسرنا كتير احنا مخسرناهش كتير والسنة مكانش فيها كمية البطلات اللي بتلاعب دلوقتي خلي بالك السنة كان بتلاعب فيها بطلتين اه تلاعت اربعة بالكتير فانده كنت تخصى بطلتين تكسب بطلتين دلوقتي بنتكلم على ست ست بطلات فانت بتتكلم على كمية كبيرة وكمان قبل زيادة السنة الجاية يعني فيه بطلات هتحط السنة الجاية ممكن يوبو سبعة ممكن يوبو تمانية فلا فالموضوع الموضوع صاحب قوي ان حد يقول ان فرقة الهندبول في نادي لازم تلغي لها طبعا كمعا والله عزميش بكلم على نادز مالك نادز مالك نادز مالك نادي كبير وبحترمه بحترم الجماهير وبحترم كل حاجة بس انا بكلم على الاعلام نادز مالك هو في السنة دي مكسبش بطولة هل مسلا حد في الاعلام تلع عليك ان فرقة فرقة في نادز مالك لازم يتلغي الهندبول او سنة الفاتية يتلغي بالعكس لا ده طبعا ما ينفعش نادز مالك قلعة كبيرة ونادي كبير فما ينفعش تلغي القلعة الهندبول في نادز هالك نادز هالك ساعات الهندبول هو اللي كان شايل نادز مالك لعيبة اسطير جوا نادز هالك في الهندبول واسطير في مصر فما ينفعش تقول كده ونفس الوقت مفعش تقول كده عن نادي الآلي انك تلغي فرع الهندبول في النادي الآلي في ومناسبة كاس الكؤوس وردو ثالث سنة عالتوالي يلاقي ليكسب السوبر الافريقي يخسر كاس الكؤوس هل انتوك العيبة بتبقوا خلاص احنا حقا نطار جيت كسبنا البطولة الاهم اللي بتصعب كاس عالم ولا ايه السبب بتاع خسارة والله انا بالنسبالي انا لايه وجهة نظر في الموضوع ده فكرة ان انت بطولتين يتلحموا في بعض دي بالنسبالي فكرة مش احسن حاجة انت دلوقتي بتاخد يعني ماتش ببطولة بس انت بتكون خلاص واصل للبيك بتاعك في الماتش ده فانت مطالب ان انت مرة واحدة تفصل عشان تبدأ من تاني يوم تدخل بطولة جديدة بدوافع جديدة الموضوع بيبقى صعب شوية خصوصا ان انت معاكم نفسين ممكن تكونك سبتهم في السوبر فدوافعهم ممكن تبقى اكبر شوية انها تدخل البطولة التانية فانت محتاج ان انت تقفل صفحة مرة واحدة ومن تاني يوم تبدأ صفحة جديدة بطولة جديدة بدوافع جديدة الموضوع بيكون مش اسهل حاجة هي فكرة ان بطولتين وارا بعد دي فكرة يعني انا شايفها منش ازرف حاجة بس ده طبعا مش مبرر مش مبرر لينا طبعا ان احنا ما نكسبش وطبعا ان انا دي الاهلي بدخل اي بطولة رقم واحد بالنسبالنا المركز التاني زي المركز الاخير يعني فاحنا على قد ما نقدر يعني نحاول ان احنا نركز اكتر ان احنا البطولتين لما يكونوا ارى بعض نحنا لازم نفصل خلاص نكسب دي نفصل نركز في البطولة التانية ان احنا نكسبها وده ان شاء الله اللي احنا متعهدين عليه يعني ان احنا ندخل اي بطولة لا احنا لازم بطولة نكسبها نبدأ تاني بطولة جديدة ندخل برضو ونكسبها ان شاء الله طب بعد المشوار القري ده الدوري السنة دي تلاعب نظام جديد بستوف سري اللي يكسب موتشين ياخد البطولة دايمك نظام جديدة على المصريين في اليد كلعيبة شايفين ان ده نظام ناجح لان فيه مؤيد ومعارض دايما انت شايفه ايه بنوبة نظر هو انا شايفه ان هو ممكن يبقى النظام ناجح ماشي ما عنديش مشاكل في النظام بس هو دا اعتقد ان هو اللي حط النظام بستوف بستور مضاهر المتخب مصر اذا هو كان بتعمل في المجر بس ايه الفرق كان في المجر كان ايه ان هو اول الدوري بلعب اول ماتش في ارضه ثاني ماتش بتلاقي بفرد تاني فلو وصلت للماتش الثالث بترجع فيها مع الارضك تاني هي دي الميزة في النوع باول الدوري مثلا فعشان ايه باول الدوري بعشرة نواط بلعبني بيستوف سري في ارض محايدة اخو اوكي ماشي مفيش جمهور كتير بس لا ممكن دخل جمهور ممكن يبقى ليه اطباندش مثلا في الجمهور وفي ارضه يبقى عبده كله زي ما بحصل في المجر مثلا النظام ناجح ولا مش ناجح اا اعتقد ان تلات ماتشاط اهل وزمالك في اسبوع هو كوي كتير قوي ان الماتشاط بتبقى قوية زي ما انتو شفت طبعا الماتشاط بتخلص في اخر ثواني الماتشاط مش اسهل حاجة فده يعني زهني وتعبي وبدني وكل حاجة الناس ممكن ما تبقاش قادر يعني ان الموضوع ما بقاش اسهل حاجة ممكن مع الله اعلم النظام ممكن يتغير السنة الجاية ولا انا سامع ان هو هيتغير السنة الجاية بس ما عرفش ده هو التحقيه ولا لأ بس ممكن يبقى ناجح ولا مش ناجح اعتقد انها ممكن يكون تجربته ناجح حيث ان الناس تفرجت عليها وزمالك كتير او تجربته ناجحت مثلا انها شافت المشاط قوية بين اهل وتعالي وزمالك هيصر على شعبية اللعبة بالضلط بالضبط ممكن نظام ما بقاش ناجح بسبب ازاي ما قلت لك النقطة الاولى ان احنا اتنين بنعب فرد راسا محايدة وبالتاني حاجة ان هو مجهود بدن كبير اوه على العيب ان انت لعب تلات ماتشاط اهل وزمالك في اسبوع فاعتقد ان هو موضوع مش اسهل حاجة انا انا حسيت بيه لوقع لا الموضوع مش اسهل حاجة خالص يعني لو اتكلمنا عن ترات ماتشاط اه ماتش الاول السيناريو برضو غريب وتقلب كزا مرة وفي الاخر الاهلي خطف فوز شفت الماتش الاول ده ازاي وايه سر ان الماتش التاني في فريق بتادى يرجع شوية لا والفكرة بس ان انا عايز اتكلم فيها ان الناس كتير بتتكلم ان احنا كسبنا عشان خاطر الزمالك واقع السنادي والكلام ده لا فيه ناس بتتفنن ساعات النهية تقلل من النادي الاهلي فطبعا ان انت تتكلم عن النادي الاهلي انت تديله احترامه وتديله امتو عشان ده اكبر قلع رياضية في الشرق الاوسط كله وفي افرق يعني فيه ناس مع سوق علينا كاهلوية كمان اه بالزبط فانت لا اما تتكلم على الاهلي تتكلم باحترام وتديله امتو يعني وفي نفس الوقت الاهلي ما بكسبش عشان الزمالك مثلا واقع انا مش شاف الزمالك واقع زما هما بيقولوا انت في كل مركز هتلاقي الزمالك فيه لعبة دولية وفيه لعبة اسماءها قوية خلي بالك يعني انا مش شاف الفرقات يعني اللي هي للدرجة يعني احنا عندنا سيستم معين بنلعب به الشوت الماتش الاولاني كنا خسرانين وقدرنا نرجع ودي تدل على قوت شخصية الفرقة بتاعتنا ان انت ما تلعب المنافس المباشر ليك في فاينال وتقدر ترجع بعد النتيجة دي فدي كوة ليك انت قوت شخصية منك انت الماتش التاني مش هقول حصل طراخي مننا وكده ممكن يكون زمالك نازل عنده ضفع اكبر طبع عشان دي الفرصة الوحيدة ليه انه يقدر يعود ويديك لماتش تالت احنا نزلنا ممكن ما يكونش بنفس القوة اللي لعبنا به الماتش اول غير طبعا الطرد مش طرد هو طردين مصري ويسر وطردين مؤثرين جدا يعني هو مصري طبعا الرجل ده احسن مدافع في العالم يعني اعتبر ويسر الوحيد اللي بلعب في مكان مصري يعني ها دي اصلا خلاص انت كده انت قلب النادي الاهلي في النص كده انت شلته خلاص فالدنيا طبعا يعني فتحت شوية فخلاص خلاصنا الماتش ده وقعدنا في السلسلة واحد واحد وكننا كلنا عندنا ثقة ان احنا ان شاء الله نكسب الماتش الثالث يعني احنا اجهز احنا يعني في الفترة دي احنا اقوى وقفينها طبعا يعني واحنا طول الدوري ماشيين اول الدوري وفرق كبير يعني ده حقنا الطبيعي ان احنا كنا نكسب يعني الدوري والحمدلله ربنا كرمنا يعني وقدرنا نكسب الماتش الفاصل تحديدا يعني من الشوت التاني شوفنا فريق تاني خلص الماتش كان ماشي جون بجون فجأة لقينا الاهلي نازل الشوت التاني فرق تقريبا وصل ست او سبع اهداف ايه الرسالة اللي تقالت في بين الشوتين عشان ليحصلت التحول الرهيب ده؟ اكس هو مش رسالة اكتر من هو نفس النظام نفس الاسم احنا غيرنا في حاجتين كده في الجيم صبعا دي ديفيد هو اللي قالها يعني ما ادرش ان انا اقولها يعني حاجتين كده هو ليعب عليهم ساعدونا في الجيم التالت بس هو نفس الموضوع على اللي احنا حضرنا نفس زي الماتشين نفس الحاجة الي هم نكلم عنيها طبعا ان الماتشاوي زيانك هيخطي جون بجون جون بجون جون بس شوت التاني كان فيه تغيير في شوت تاني استغلنا كم يعني التيرن اوفرز اللي ناتز ما هيك عملها احنا كولنا جرينا احنا شوت تاني كان يعني مثلا حوالي تمانية فاصة بريك ووصل فارق اللي فارق تمانية في الجيم طيب ما يديها تنين وعشرين او 24 بالزلط ويسكور وصل 24-16 استغلنا التيرن اوفرز اللي ناتز ما هيك عملها البساط الغلط اللي كان بتحصل للفيرويد فكونا بناخدها ونيجري اعتاك دي العمل التحول جواد شوت تاني يعني احنا لايما بيقولوا عنينا مثلا ايه وقفه جري بتاع النادي العلي فحنا لايما ايه بنستغل الاخطاع شانع في نجري بيها يعني الناس ازا هايك لو بيجيب كله كورة جم مش هنعرف نجري ايه مثلا لو جم بداعنا بيشيل بس كورة بتبقيت بايد مش هنعرف نجري بس البساط السهلة او البساط المتفعين بياخدوها في ايديو دي هنعرف نجري بيها فده اللي استغلناها التيرن اوفرز التيرن اوفرز هو ده اللي عمل الفرج جllo الجيل ده دايما سيستيمنا او مستواني او في الجاري شوق ماطش الاولاني نازيك ما كانش بيغلط كتير هو ده الفرق باللحيد يطلق هو غلط ودينا كور فجلنا بيه هو ده التحول اللي حصل طبعا غير المحاضرة بين الشوتين دايما بتبقى قوية بصورية غير طواية مدخلش معك والله وبعرفش هو فالموضوع بس والله مش بيزيقى هو قوية ويلا هنجيب وهنكسب ولاازم نكسب فدائماً الموضوع بيبقى صعب بنشطين يعني بباشر اصار حاجة يعني بعد الماتش بيوم لقينكو في نهاية دوري الأطول قريط القدم وانت قاعد تتفرج كمشجع بيبقى التوتر والضغط اكبر ولا لو انت بقى في نهاية دوري وماتش فاصل والله انت دائماً اي حد لما بيبقى برى الماتش نفسه بيبقى متوتر جداً يعني لما بكون بلعب الموضوع بمتزبالي ما بحسش بيغزة ايه لما بكون قاعد برى وبتفرج حتى لو النتيجة قريبة ببقى الموضوع بيبقى صعب جداً وفي نهاية افريقيا طبعاً يعني احنا احنا في الاول وفي الاخر اهلوية اصلاً يعني من صغرنا وياما روحنا طبعاً المتشط للاهلي مع الجمهور وفي المدرجات سفاري دلوقتي خلي بالك وانت لاي في ندي لاي بتقعد في المصورة وانت مشجع بتلعب اه 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 اعدت في المصورة وانت كنت متعود انا بقى شعيان بقى طول عمري زماني يعني في التالتة بقى والحاجات دي بس طبعاً بالنسبالنا حاجة حلوة جداً نحن نروح طبعاً ونشجع فرأة الكرة للنادي الاهلة صورة النادي الاهلي طبعاً فرأة الكرة يا انجح فرأة في افريقيا يعني وكنا مبساطينون طبعاً ان احنا روحنا وان احنا كسبنا يعني احنا كنا كسبين قبل اه сколько يوم فرأة الكرة كسبت بعدها تاني يوم فالحمد الله يعني طلعه بشنى حرب وعدت على خير الحمد الله ديفيد ديفيز ميشي بشكل رسمي دينيما بوخارس شايف ان ده ممكن يؤثر عليكم بالسلب ولا هتقدروا ترجعوا وتلموا الفريق تاني بصوا الكلام مع ديفيد بشخص انا يعني انا بالنسبة لانا ديفيد بالنسبة لي وحاجة تانية بالنسبة لي انا راجل ده بحبه جدا راجل ده علمني انا شخصيا كتير هاوي ليه فضل عليا في حاجات كتير هاوي انا قلته له هو الموضوع مش حصل حاجة علينا الموضوع بالعكس احنا وهو بيتكلم في الاخر تامرينا في الدايرة عارف انت اللي هو لا مش مستوعبين اللي بيقولو او هو زي ماشي او كده هيأثر بالسلب مش عارف بصراحة حشان ما تحكش عليك طبيعا انه هو يأثر عينا في الفترة ديات ان احنا خلاص تعاودنا ان فيه سيستيمين تعاودنا ان فيه راجل معايا نشغاله وناجح احنا مشينا كده مش عارفين من اللي جاي لسه ما نعرفش فهل اللي هيجي هنمشي معايا كده والله هو هيبعمل بس انا عمد سكة في مجل صدارة النادي الهالي وكبت نخيات العواضي في نشاط رياضي انه هو هيجيب لنا حد في نفس الليفل حد يكمل المسيرة معانا اعتقد سواء بيقولو في الاكويف اخر انه هو مدير فني اجنبي معارش هل هو مدير فني اجنبي او مدير فني مصري يفرق معاكو اجنبي مصري ولا؟ مش عارف ما تحكش عليك ما دارش اجاب على السؤال دوت انه وفي مصريين موجودين كويسين قادرين على هم يشيلهم مصريه والله اعلم الاجنبي اللي هيجي بعمل ازاي هو هل هو زي ديفيد ديفيز ديفيد ديفيز لما جيه كان كنا احنا عارفين كلنا مين ديفيد ديفيز جان بيجي مدير فنانين قبل كده كلنا اعرفه مش انا واحد من الناس ما كنتش عارفه بس لما ديفيد جيه لأ انا عارف مين ديفيد ديفيز ومين اللي جاي ومين الشخصين اللي هتعمل معها ومين دوت هيفكر ازاي اتو هنقطه فيه طبعا في كل خطوه هنقطه فيه في الخطوه اللي جاية ديت انها خطوه مش هسعى لحاجه ان دينمو عنده جديد اعتقد انه كان مع باسكوال هو من اس برضو مدرسة الاسبطنية فهم دي فان كبير دخل فاينال فور اليوروبا ليك فاعتقد ان دينمو سنة جايه لعب تشاملز لك فده ده حد جديد لديفيد اعتقد انه في المبطوات المحلية الامر محصول لدينامو وانه دينمو اقمد فيه هناك عنده تشاملز لتشاملز لك انا احب اتفرج عليه في التشاملز لك انا قلت له قلت له احب انا اتفرج عليه في التشاملز لك تاني هشوف نفس الاكشنات نفس الحاجة اللي هو كان بتحصل معانا ولا يلحب فيه مختلف اه ولا لا فاتمنوا بتوفيق طبعا هياثر بسلب ولا بإجاب ده مداش اجاوب لك عليه خالص ان انا معرفش الليل اللي جاي هيبعامل ازاي اتمنى وتوفيق وبالنسبة لنا اخسرت اخسارك جلاوي برحيل ديفيد ديفيد يعني كم صاحب الشخص يعني خير رحيل ديفيد اه في رحيل سيسا في كلام انتشر ان عبد الرحمن فصل لاحتمال ما يكونش مكمل انتو كلعيبة بقى شايفين ده حواليكو ازاي ولا كده كده احنا جايزة فالسه بادري لا والله بالنسبة لهم يعني سيسا طبعا انا هو صديق شخصي على المستوى الشخص طبعا يعني هو صديق الغرفة كبان فصل معرفش الموضوع بتاعه لسه ممكن يحصل في ايه ممكن يعود او لا سيسا بنسبة كبيرة هيسافر طبعا هي فرصة كويسة ليه في الاحتراف مع فرقة بطل دوري السربي بس بلعبه في اليوروبا ليجيو كانوا ماشيين بيه كانوا ماشيين فيه بشكل كويس وبالنسبة لمركزه كمان انه هو وينجو ففي الاحتراف لليونجات ما ببقاش اسهل حاجة في اوروبا فانهي الجيله فطبعا دي حاجة كويسة ليه بتمنى له التوفيق طبعا وطبعا هنفتقده في الفرقة طبعا سيسا من احسن لعبه كلعب متكامل كمان مش في مركزه بس يعني كمهاجم وكمدافع فصل لسه مش عارفين هو هيمشي ولا هيقعد بس طبعا نتمنى ان هو يكمل معانا وهو تطور بشكل كبير جدا وكان عنصر اساسي في الفرقة الفاتر الفتت وفي نجاحات الفرقة فاحنا في الهو في الاخر لعبه محترفة ايا كان اللعب اللي هتمشي اللي هتيجي مدرب اللي هيمشي اللي هيجي فاحنا يعني كلعبه محترفه لازم نتعايش مع اي سيستيب بيجي فطبعا بتمنى لهم التوفيق ونقطه ثانية بخصوص الكابتن ديفيد طبعا كابتن ديفيد اثر فينا كلنا على المستوى الشخصي وشغله ما كانش فني بس كمان على السمات الشخصية والعقلية بتاعت اللعيب حاجات دي كلها هو علمنا فيها حاجات كتير هنفتقده طبعا جدا على المستوى الشخصي والمستوى الفني ولسه مدرب اللي جوان الحراس معه لسه مش عارفين فيه كلامنا ممكن يعود او يمشي وبالنسبة لي طبعا انا اتمنى ان هو يكمل واضاف لنا بشكل كبير جدا ويا الناس دي طبعا يعني زي ما هي اضافت الكورت الياد في نادي الاهلية والنادي الاهلي برضو بيدفلوهم السيفي بتاعهم بقى فيه بطولات بشكل كبير لعبو كسعامل الاندية النادي الاهلي بيدفل اي حد وهم اضافوا الفرقة برضو فبتمنى لهم طبعا التوفيق والنادي الاهلي عمره طبعا ما هيقف على حد يعني يعني كان النادي بقى خلاص افهل من زمان بعد الناس كتير في كل الالعاب ما بطلت ومشي بعد جوزيه او بزا بعد ناس كتير يعني ابو تريكا بقى جلب ابو تريكا وبركات ما كان النادي يقفل بقى دي الوقت الجيل اللي هو الكورة اللي حالي عمل نجاحات اكتر منهم يعني. فاحنا هنتعايش مع اي حد هيجي يعني حاول ان احنا نمشي بالسيستم ان شاء الله يبقى في حد يجي يعني يضيف للفرقة حاجات جديدة كويسة. مع تطلعات الجمهور الاهلي وتفوقه في اخر موسمين ايه الرسالة اللي تحبت ولها لهم قبل الموسم من الجديد بقى? طبعا زي ما قلت من شوية اعتقد ان اقولت من شوية انها باشكرهم طبعا عبد اعملهم مغيرانا فيه باشكر الناس اللي موجودة على السوشيال ميديا كلها اللي هي بتدينا حق ايضا. بقول لهم احنا كنا في حتة وجينا في حتة الثانية اه بدعموكو بوقفكو في ظهرنا ما كناش اه في ناس فيها كدت اه كدت بتعقب على كلمة ان من ما ينفعش ان لغى الفرقة كنت نادي في النادي الاهلي انا بشكرهم طبعا ان هم واقفين في ظهرنا في الحتة دي ات ان هو شينا ببعينا فرقة النادي الاهلي في الهندبول هو فرقة تاريخي مفعش حد يكلم عليه بحاجة وحشة ليه احترام وليه تاريخ وليه كل حاجة فبشكرهم بشكرهم على الدعم بشكرهم على التواصل المستمر معي انا شخصيا اه الله اعلم مع الفرقة بس اعتقد النفس اللي هي باحصى معاه باحصوا مع الفرقة ان كلنا في مركب واحدة الجمهور معنا في نفس المركب هو دامان بيقولوا كده ان الفريرة هنقول لما بتعلق جمهور بيعلى معنا احنا كلين في مركب واحدة بشكرهم عبد العام بوعيدهم من السانة الجاية حنكمل اللي احنا فيه ان شاء الله مش هنيه اللي خالص د objetivo العكس هنحاول نزود شوية من ستة عبد خدمه اربعة مرة اجانستة ناخد ستة لو ربنا مكرمشي بستة او ستة بستة خمسة ما ننزلش عن كده ان شاء الله نزل قائمة مبدئية المنتخب مصر في أولمبياد باريس يمكن ما لقيناش قسمي كنتوا الاثنين فانتوا برضو هل كنتوا مثلا متبلغين من بدري ولا شفتوها ازاي لا احنا فيه قائمة اللي هي بتاعت الرمبياد بتبقى 35 لعب تمام دي احنا اسمنا موجود فيها فيه قائمة العشرين اللي هيبقوا في أول معسكر جاي دي اللي احنا مش موجودين فيها طبعا في الأول وفي الأخر دي بتبقى اختيارات مدير فني ما تقدرش تتكلم فيها طبعا بالنسبة لنا اي حد يتمنى ان هو يكون موجود طبعا في المنتخب مصر بس في الأول وفي الأخر دي حاجة مش بيدك واختيارات مدير فني الناس طبعا اللي موجودين انا اتكلم عن نفس انا كحراسة مرمى الناس اللي موجودين في المركز حراسة المرمى مثلا تلت حراس اللي موجودين في المعسكر الجاي كريم هنداء ومحمد علي والطيار كلهم ناس حراس كبيرة طبعا لعبت مع يعني مرانت مع كريم مبل كده في المنتخب محمد علي جيلي اصلا عشرة عمري طبعا صديق شخصي يعني اخويا يعني طول عمرنا كنا في المنتخبات الناشئين والشباب مع بعض ولعبنا مع بعض في الجزيرة الطيار برضو على العلاقة وعلى تواصل بيه تلتة حراس كبار وبتمنى لهم بالتوفيق وكده كده انا وحميد في القايمة اللي هي خمسة طريقة لعب فيها خمس حراس فوارد اي شيء يحصل انتو متعرفش قدر يعني فيه ايه او كده وارد مرة واحدة تلاقي نفسك بيتكلموك يقولك تعال انت في المعسكر فالواحد بيبقى عامل استعداده وفي ايه وقت انه هو يكون موجود وحتى لو ما فيش نصيب ان احنا نكون موجودين بنتمنى لهم طبعا التوفيق منتخب بلدنا وهم اصدقائنا في الاول وفي الاخر وبنتمنى له الجهاز الفني برضو التوفيق ان شاء الله يعني تشريف لكورة الياد مصرية والرياضة المصرية ان شاء الله ونقدر نجيب مداليا أولمبية ان شاء الله هي برضو اختارات مدير فني وكلنا محترمنا طبعا ما فيش اي مشكلة في الموضوع خالص بالعكس احنا يعني انا منتخب مصر بقى لي فترة ممكن ما يكونش ملعب معهم بطولات بصنا موجود معهم وموجودين في المنتخب هي اختارات واجهات نظر من مدير فني انا احترمتها وهو احترامها وكل الناس لازم تحترمها ما عنداش مشاكل في اي حاجة خالص بالعكس فاحنا هندعمهم وده غصبنا عنهم مشموزاجنا عمتا انت بدأت منتخب البلد البلد داخل على مهمة مش سهلة اولمبياد ده اكبر محفل عالمي موجود في ظهرهم اتمنى كل واحد في المنتخب يعمل شغله كويس وطفيل المنتخب في مصر في الولمبياد اتمنى انهم يحروزوا مغالية وان شاء الله ربنا يكرمهم وما عنداش اتعقيم على اي حاجة خالص بالعكس انا بحترم كل قرار بيتاخد واحترم كل حاجة موجودة بالعكس ده كل واحد ورزق ربنا بيكتب دائما الخير طبعا باشكر اي حد ويف في ظهرنا باشكر جمهور النادي الالي باشكر مجلس البارة ومجاز الفني ومجازة رياضي باشكر عائلتي باشكر ابويا وامي واخواتي ويف في ظهري جدا باشكر صحابي كل واحد كان بيدعمني طبعا شكر الخير لخطيبتي ده بالامر ده ولا ايه ده لازم لا 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 انا في كل حتة باشكرة كان دعم ليا وقفة في ظهري جدا كل واقصات هي موجودة معايا سواء انا واحش او صاهية كوي انا كويس دايما بتشج يعني دايما في ظهري عادي انت برضو لما تبقى خاطب حد من الرياضة الدنيا بتبقى مطافكة يعني مميحة برضو كده خلي بالك اللي بيلوش علي دوتها يامي زي دلوقتي فلا ايه لما تبقى خاطب حد من الرياضة فلا هو دايما بتبقى بضعف تكلم معاك لو لايب توحش بتعرف ازاي تتقويمك لايبت كويس مش اللي هو تعالي تعليك على سبع سماء لا بالعكس بتاخد حتة كده اللي هو ايه لأ انت عندك بسال انشتيني اللي لازم بتبقى موجود فيه فبشكورها طبعا وبقولها ربنا خليكم دايما في الظهاري وان شاء الله فترة جاي بقى ننهل الدبلة من الهيال هنا انا طبعا في الاول طبعا بشكر جمهور النادي الاهلي وزا ما كستلوا لهم على طول بتواصل معنا طبعا ورسالة تحفزية وبيبركوننا بعد ما بنكسب قبل المطشاط على طول بيبقوا في ظهرنا وده عادة جمهور النادي الاهلي طبعا في كل اللعب انه هو ورا اللعيبة في كل حاجة يعني جمهور الاهلي ده بالنسبة لنا هو احسن جمهور في الدنيا يعني بيبقى معاك في الخسارة قبل المكسب يعني فاحنا بنعمل كل حاجة عشان نقدر نسعد الجمهور والجمهور دايما نبقى مبسوط بشكر طبعا الجهاز الفني الإداري والطبي الناس كلها منظومة الصراحة محترمة جدا ومنظومة متكاملة مجلس الإدارة والنشاط الرياضي اللي دايما ما بيخلوش علينا بأي حاجة وعلى طول في ظهرنا طبعا كل البطولات اللي احنا نكسبناها بنهديها لروح الوزير العمر فاروق ربنا يرحمه وطبعا بشكر عائلتي طبعا والدي والدتي واختي يعني والدي والدتي على طول منه انا صغير وما كان نفسهم ان انا كن موجود في المكان ده وفي النادي الاهلي كان حلمي بالنسبة لهم واما على طول في ظهر منوع صغير ولولاهم ما كانش زماني وصلت اللي انا وصلت له دلوقتي وطبعا خطبتي بشكرها طبعا انا خطبتي وصلها بتلعب فوليا كانت بتلعب في الاهلي وصلها مشت في السنة اللي انا جيت فيها خلص علي كان نفس انها تكمل شوية معي ما جربتش جبه في حياتك بس هي طبعا على طول في ظهري طبعا معلش بقى انت عرفت السبب فيدي اه والله يعني خلاص بقى مش عايز اقول بقى ان انا اول ما جيت انا مشت عشان بس بس هي يعني طبعا على طول في ظهري طبعا على طول وقف جنبي وزي ما كستله قال انت ما يكون معاك حد برضو رياضي وكده بيبقى فاهم طبيعة حياتك بتمنى لها التوفيق الفترة جاية في منتخب الكرة الشاطئية وعندهم بطولة افريقيا لو كسبوها ان شاء الله يتأهلوا الولمبيات في المغرب في نص ستة بتمنى لها طبعا التوفيق وشكرا لكم طبعا على الدعوة الجميلة دي وعلى اللقاء الحلو ده وبنتمنى لكم برضو التوفيق في اللي جاي تعقیبا بس على نقطة ميحة للارهب مرحوم سيد عمر فاروق سيد الوزير كان دائما بما معانا كان دائما بيخشنا بالمطوط المهمة كان بيكلم معانا كان دعم دينا للفترة اللي فاتت كلها بنهدوه طبعا اي انجاز بيحصل دلوقتي كان موجود معانا في المغرب كان حاجة غير طبيعية كميحة كان محضرهاش انا كنت موجود كان دائما وقف في ظهرنا كان دائما ورانا في كل حاجة فطبعا الله ربنا الحمو بنشكره طبعا على كل الدعم دوت الفترة اللي فاتت دية المجلس كله كان معانا كابت محمود الخطيب مشواندس خالد مرتاجي دكتور محمود غزاوي شواندس محمد سراج كابتن موهند محمد الجرحي كلهم كلهم مش عايزة انسى حد كلهم كان دعمين لنا في الفترة اللي فاتت بشكرهم طبعا وبشكر جمهور النادل العظيم وربنا يكرمنا في فترة جهة ان شاء الله هنسأل سئلة بقى اجاباتها سريعة بما ان معسكراتك كتير وبطولات كتير فاكيد ايه؟ متعادوا مع بعض اكتر مين اكتر حد في الفريق بيحب الاكل؟ نبيل نبيل شريح عندنا سيستم كده عندنا سيستم نحنا بيبدأمش غير لما كلنا خلص اكل في نص ساعة بعد ما كلنا خلص اكل نبيل من الغدل العشاء باخر نبيل نبيل شوية دايما ديفيد ديفيز بيبقى حاطط قوانين كده فمين بقى بيجرؤ انه يتأخر على التمرين؟ والله عزيزي ما حد يقدر ده ما حدش يقدر مفيش الكلام ده قبل التمرين بنص ساعة قبل التمرين بنص ساعة كل الفرقة موجودة في المحاد لا لا اتبك من التمرين في كل حاجة تمرين فيديو اكل الخاص باليورو انت تخير في اليورو عامل كم دلوقتي طيب فمعسكرات الفريق مين اكتر واحد بيصحى متأخر؟ بيصحى متأخر؟ لا لا برضو ما حصلتش في معاد في طرقة وكده لازم تنزل فيه ممكن بقى حد يصحى للمعاد بتالت ده بس لازم تكون موجود تحت ممكن انا هو محصن عادي بنصبط المنبهة يعني معاد مثلا لخمسة بنصبطه لعشرة ممكن مجدي برضو محمد مجدي برضو مجدي وجده يعني بس احنا بننزل في معادنا بس الالارمي اللي عشرة انت فاهم؟ لو انت خمس دقايب بس انت بتنزل ديفيد واقف تحت انت لو خلاص متأخر سنة انت يما مش تدخل في طر يما تدفع في مصر يما هترجع مصر طيب مين اكتر واحد بيستعمل السوشيل ميديا؟ حمايد حمايد اه ممكن شوية انا برضو خلي بالك عادي ما عندش مشاكل بس انا في جوة البطولة لا ممكن كلنا جوة البطولة بصراحة ما حدش جوة البطولة بستعمل السوشيل ميديا خلاص بس حمايد متفوق عليك في التكتوب حمايد نجيب لا حمايد نجيب لا حمايد اه بيحب تكتوب مين اكتر واحد بتحس ان صوته عالي في الفريق لدرجة ان مثلا تحس بازعك صوت عالي مين اكتر واحد منظم بها وملتزم حتى لو مفيش خصمة كلنا ملتزمين لكن في الحياة متى ممكن سيسا انا بقعد مع سيسا في القوضة انا اعادت معنا في فرنسا احنا انضف قوضة ممكن تلاقيها في طبق هدومه بيحطها بيطبق سروره ويرواء اول ما يصحب بقية انا دايما ان قوضة القوضة معي محصلة وانت ميحة يعني فعنا القوضة ساعة تشوفهاية بتبقى مهرجلة يعني اشطى يعني طبيعي بتاع لا اسيسا انا كنت عاد مع مكسوف في فرنسا لا اسيسا اه في النظام الصراحة حاجة جمدة وانا اخد منه مقصة من المصليه وصلي لازم انا لازم برجحها مكانها بالطريقة عشان كيف يحب يقب معي اهلا وما ببهدلش القوضة برضه على الهادي احرامت نفسي معي والله مش هيتعب في الاحتراف انا احرامت نفسي طب لو كل واحد فيكو هيختار للتاني لعبة غير الكورت الياب دي يختار ايه يعني لو تختار ميحة باسكت لعبنا شوية باسكت والله العظيم شوية ربواندات انا عملت اربعين ريباوند باسكت والله في احصائيات مش عمش احنا ما عبش نلعب ولا هو عشان هو جالس هو تحت الباسكت اي كورة نازلة بتاعه لك هستله كورة ممكن اه معا اه يلعب كورة كويس برضه اطلعت عليها سورك هتخلص عليها كابتال خطيبة اه خلص عليك كابتال خطيبة اطلعوني بينا يا الله اه لا لاذا سهك انا ممكن اللعب فولي لو ملعبتش هندة فولي عشان التول برضه اه انا بحب الفولي عن متى اي حتى من قبل ما اعرف خطيبتي لا انا بحب اتفرج على الفولي وانا صغير اصلا كنت هالعب فولي في الاهلي يعني بس انا ما حصلتش نصيب يعني فانا اللعبة التانية بحبها ممكن غير هند فولي كنت ممكن لعب فولي يعني انا شايفه باسكت بس هو باسكت عشان انا اللايبنا بتاع الباسكت ده كنت متقلق انا مقول لك ويستي مثلا لو عندك وشكاة تحت البسكت ميحة سداد يعني كده صفقتين صفقتين بالضبط نشكركم جدا وفعلا شغفتونا حبيبي انا مبسوط ان انا جيت معاكم النهاردة دي تاني مرة زي ما بقولك دايما ببسط انا مجود معاكم مجود جبار بتعملوه في تنظيم الاسئلة انا عجبني تنظيم الاسئلة بصراحة معاش انتو بتوعود وتعملوها ازاي بشكركم انتو ورا الكاميرا مجود ورا الكاميرا غير طبيعي بصراحة اتمنى ان اشوف حلقات كتير انا زي ما بقولك انا بتابعكم بشوف حلقات قبل كده وحلقات هتيجي اتمنى ان اشوف الناس موجودة مكاننا بتعمل حاجات كويسة وفي النصاك برضو انتو في النصاك الاحترام ونصاك كل حاجة مفيش لغط ما بدي تسألوش اسئلة تودينها في حيثة تانية بل بالعكس لا النظام دايما ضاح في حيثة صح يعني عشان كده اتمنوا لكم التوفيق وربنا يكرمكم في اللي جاء ان شاء الله طبعا بنشكركو طبعا عن المقابلة وانا دي ممكن اول مرة كلية معاكو بس انا زمان من اول ما الموقع في الجول اصلا اتعمل وانا متابع لي طبعا تشتغلوا بشغل بشكل احترافي جدا وناس محترمة جدا وبنتمنى لكم طبعا التوفيق في اللي جاي يعني اشتركوا في القناة